اشتركوا في القناة في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي لتقديم النصيحة معكم غيد سيقدم لكم النصيحة باللغة الإنجليزية Life is full of challenges and these challenges can turn into life lessons Maybe you just lost a dear friend or you're going through hard time Whatever it is important to stay strong and focus on life And focus on what's going ahead Always think of what lays ahead When you're going through a difficult time In the end all these challenges will help you become a better person عش الحاضر بمعنى أن تغض النظر عن كل ما حدث في الماضي وتحاول أن تستمتع في اليوم الذي أنت على قيد الحياة فيه كي تشعر بجمالية الحياة وأهميتها واحرص على الاستفادة من كل ما حدث في الماضي من تجارب وأن تنظر لمستقبلك وتخطط له وتجعله مستقبل باهر مليء بالسعادة والنجم شكرا لكم مجاهدين الكرم ونراكم في حلقة قادمة